اكد السيد جمال عبد العزيز العلوي رئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اكد ان قضية الاتجار بالاشخاص بصورها كافة تعتبر من الجرائم المنظمة والتي تتطلب قدرات ومهارات خاصة في التعامل معها نعم جاء ذلك في تصريح صحفي للرئيس التنفيذي للهيئة بمناسبة بدء المركز الاقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالاشخاص في تقديم اولى برامجه المتخصصة في تدريب المدربين في هذا المجال واضاف العلوي ان الهيئة تولي اولوية قصوى ضمن استراتيجيتها ومنهج عملها في مكافحة الاتجار بالاشخاص مؤكدا همية اعداد كوادر قادرة على التعامل مع هذه الجريمة وفق افضل الممارسات المتبعة واشار الى ان التدريب واعداد كوادر متخصصة يعد ركيزة اساسية في منظومة المكافحة نظرا الى ما تشكله هذه الجريمة من تهديد لاستقرار المجتمع وبيئة العمل ولفت الى ان المركز الاقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالاشخاص يعد علامة بارزة في مسيرة مملكة البحرين لتعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالاشخاص وتوثيق تجربتها الرائدة في هذا المجال استفادنا شيء كبير من الدورة من اساسيات التعرف على الضحايا المحتملين لجريمة الاتجار بالاشخاص وكيفية التعامل معهم كيفية تحويل هذه القضايا وايضا كان عندنا يومين تدريب لتدريب المدربين وان شاء الله راح انقل هذه الخبرات والمعرفة لزملائي في وزارة صناعة والتجارة خصوصا بادارة التفتيش كونهم من الموظفين اللي يتعاملون بشكل يومي مع الضحايا المحتملين لهذه الجريمة مستنسى ان انا كنت جزء من هاي الورشة صراحة استفادت وايد خصوصا اني جزء من الكادر الطبي هاي الورشة ساعدتنا ان احنا نقدر انعرف اشلون نمينا مريض انه هو ممكن يكون احد الضحايا اشلون نقدر نساعده اشلون نقدر نشخصه اشلون نقدر نوصله حق الجهات المعنية حق مساعدته البرنامج التدريب هو عبارة عن تدريب المدربين عصاص ان يقومون بتدريب الموظفين الموجودين في موقع العمل او اي مؤسسة من مؤسسات الدولة طبعا البرنامج مكثف وكان لمدة ثلاثة ايام تعلمنا من خلال الكثير من المهارات اللي قدرنا من خلالها تطوير اللي هو الكمبتنسيز حق المرشح واللي بتساعده في موقع العمل انه يقوم بالمهم المطلوبة منها على اكمل واجه تدريب اليوم هو مثال اخر للشراكة الاستراتيجية بين منظمة دولية الهجرة ومملكة البحرين ممثلة في حقيقة تنظيم سوق العمل وهو ايضا تتويق لمملكة البحرين لجهود مملكة البحرين في مكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص على المستوى الوطني والاقليمي هو ايضا هذا التدريب يعتبر خطوة هامة في تنفيذ التزامات الامم المتحدة تحت اطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الذي وقع بين مملكة البحرين والامم المتحدة في شهر مايو 2021